الأزمة الحقيقية ثانياً المشكلة الثانية تتعلق صراحة بالبرنامج ما في برنامج بالتوقيت الحالي بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في مشاكل معينة ما راح تختلف على العكس لربما احنا طبعاً نتمنى الخير وربنا ربنا ينجي هالبلد وأهلها ولكن المشكلة تتجاوز الأشخاص والإجابات على الشهر الجاي الشهر الحالي عشر اعتقد فيه دين كبير راح يندفع من كما هو معروف دين كبير بالغاية مليار وربع مليار وربع راح يتسدد ونحن رايحين عن نهاية السنة المالية ولذلك السؤال أنا اللي برجع دائماً أكرره كيف سيدخل كيف سيدخل الأردن عام 2021 ولذلك اختيار الرئيس واختيار برنامجه يرتبط بقضايا كثيرة داخلية ويرتبط أيضاً بقضايا هذا كلام تحكيي أنا يعزز أن أنا بحاجة إلى وقت أكبر لاختيار شخص الرئيس واختيار فريق زاري لا أنا عندي وجهة نظر شوف هو مش خالف تعرف في وجهة نظر وهم كانوا عارفين قبل شهرين وثلاث أنه جاينا برحل برلمان وجاي حكومة يعني إحنا ما تفاجأنا فجأة بيعني وصفة دستورية أنه لازم تحل البرلمان ولازم تغير الرئيس ما تفاجأنا بوضع الوبائي اللي عندنا كمان لا الوضع الوبائي اسمك إحنا أقول لك مع احترامي لكل الليل بشتغلوا بالملف الوبائي إحنا دائماً نركز على الرموز إنت ليش تركز على وزير الصحة الليلة إنه يصبح بالملف الوبائي وين أطباء والممرضين ولجنة الأوبئة والأزمة وشباب الخدمات الطبية الملكية وشباب مستشفى البشير عندك جسم ضخم جداً هو المستمر في إدارة الأزمة والوزير بيضع سياسات عامة وهذه السياسات قد لا تتغير وفقاً للوضع الوبائي أو تأخذ مصرب جديد فتغيير حتى الوزراء بالمناسبة ما بغير إشي لأنه إحنا صحيح من عاني مشاكل كثيرة بالبلد ولكن عنا مؤسسة قائمة وموجودة برغم كل ظروفها اللي إحنا عارفينها ولكن فيه قائمة وفيه كوادر إحنا ما بنحكي عن رموز وعن أشخاصهم نحكي عن عمل مؤسسي موجود في كل مكان لكن اليوم في ظل ما هو قادم للأردن اقتصادياً بمرحلة أولى صحياً مرحلة ثانية سياسياً مرحلة ثالثة إن صح الترتيب ممكن ترتبه زي ما بدك لكن عنا ثلاث ملفات واضحة اليوم موجودة على الطاولة ما حب يقدر نكرها ألا يمكن أن يكون هناك حاجة لمزيد من الوقت لبحث الخيارات الأردنية في اختيار شخص الرئيس وفريق الوزاري لإتمام مهمة العبور بالأردن عشرين واحد وعشرين وعبور عشرين واحد وعشرين اللي راح تكون في كل ملفاتها أصعب بكثير من ممرنا في خلال السنوات الماضية برجع أقول لك بصراحة برجع أقول لك أنا إنه إحنا لم نفاجع بهاي الاستحقاقات نحن عارفين من شهر اثنين وواحد وثلاثة واربعة وخمسة أنه جاينا بسبع عشرين تسعة حل البرلمان وبالتالي حكومة جديدة عارفين اثنين الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية كمان أنا أعتقد أنه هي الأولوية الأولى لأنه دول أكبر منه بإمكاناتها هاي أنت إقرأ التقارير الدولية خلينا من تقارير في العالم العربي تقارير الدولية بتحكي عن ألاف الشركات الألمانية والفرنسية أفلسات كلها أفلسات وبديش أقول لك أن بالغ الملايين فقدوا أعمالهم ولكن مئات الألاف باتجاه حالي في غاية السوق ولذلك إحنا لم نفاجأ بالتواقيد أنا أعتقد أنا أعتقد فيه تقليب للخيارات يعني بيروح على خيار مثلا بيختاروا مثلا ماهر مثلا بيختاروا فكرنا فيك رئيس وزراء بلحظة ما بسبب مستجدات نقاط ضعف تقييم شعبي رأي عام النقطة الضعف معين ما بعرفش يتفهم مع فلان بتراجعوا عنه هذا احتمال والاحتمال الثاني الاحتمال الثاني أنه فيه عملية ترقب لظروف تتجاوز الأردن إلها علاقة بالإقليم بذات الملف الفلسطيني شو عماله بصير عليه وما أبدأ بالغ أقول لك الانتخابات الأمريكية وصحة ترامب لأنه إحنا بالأخير هاي اللغة حتى بتسمحاش بالكريملين إنتب بموسكو اللي هم متابعين للأمريكان بالفاصل وبتأثر وما بيحكوا بهذه اللغة فبلاش إحنا يعني ما بدأوا لك نكبر حجرنا بس يعني بلاش إحنا نروح لاتجاه بعيد كثير ونخلينا في إطار محلي وإقليمي وقضايانا ومصالحنا أنا أعتقد فيه عوامل كثير لربما واحد منها هو إنه بيستنوا وهذا ما بدهم يعلنوه بالمناسبة هاي متأكد منها المعلومة أنا بيستنوا بعض التقييمات المعينة إلها علاقة بما يتجاوز الشعان الأردني على ضوء ذلك بيقرروا شو هويت الرئيس السياسية وهويت بعض الوزراء النافذين مع تحديدا وزير الخارجية وبعض الملفات